هنا أهم نقطة موجودة قبل ما أختار أي منتج لكن للأسف المنتج هذا معلوش ريفيو فمباشرة منتج معلوش ريفيوز معلوش ناس معلقين إيش طبيعة المنتج وشو هو ببعد عنه مباشرة بشوف منتج غيره يعني سأرجع ثاني سيب هذا أشوف منتج ثاني نرجع لهذا المنتج نشوفه جميل هذا هو عنوان المنتج اللي بيكون كاتبه اللي هو التاجر الصيني نفسه كم ستوك موجود كم قطعة من هذا المنتج موجود عند التاجر يعني هذا عنده 13800 قطعة في الستوك موجودة لهذا المنتج فهو متوفر بشكل لان هنا مثلا للبلد هاي فري هنحكي الان في الشيبينك هنا في عندي شو اللي هو التقييم خاص بالمنتج هذا قبل ما أقول بدي أشتغل هذا المنتج لأيضا أنه والله فيش عدد كبير من متاجر شو بوفاي نشراه وعليه فيو عالي أو بالأحرى بعني أنا معني في المبيعات أكثر من الفيو عليه مبيعات عليه أوردر بشكل كبير عليه أوردرات عالية فبدي أشتغله شو بعمل الخطوة الثانية بدخل بشوف شو تقييم المنتج هذا يعني هنا في عندك 1125 شخص عملوا ريفيو لهذا المنتج علقوا وقالوا شو رأيهم بهذا المنتج في عندك 7000 امبورت يعني 7000 متجر نشرينه عندهم في متجرهم في كم شخص شاف اللي هو المنتج هنا كم أوردر خلال اللي هو شهر 30 يوم زي ما احنا بنشوف في عندنا 2000 و 124 أوردر خلال خلال اللي هو 30 يوم في عندنا خلال 6 شهور 3278 أوردر هنا إذا بدك تشوف الريفيو طبعا حاجة تضغط على ريت هنا هيدخلك على الريفيو ريفيو فعلة إكسي بريس شو بيحكوا عنه الناس اللي اشتروا هذا المنتج جميل سوف نشوف الريفيو فعلة إكسي بريس هتيجي هنا هذا هو الوصف المنتج طبعا الحالة خاصة بالمنتج بشكل كامل هتيجي هنا على الريفيو في عندك 1125 في عندي هذا المنتج حقق 3000 مبيعة نيجي نضغط عليه المنتج جديد لسه هذا هو طبعا في عندك 79 في المية من الأشخاص اللي علقوا أعطوه 5 ستار فهذا منتج ممتاز نوعا ما أعطوه 4 ستار اللي هو 11 في المية تمام اللي قيموا المنتج هذا هنا شو تعليقاتهم اتسبيوتف المازل أنا بقول لك هذا جميل جدا حتلاقي كتبين لك شو زا فاستر شبينج تفاصيل كاملة ومصورين لك المنتج كيف وصلهم انت هنا بتريح حالك في موضوع انه والله ممكن يكون البائع ثقة مش ثقة يوصل لمنتج نفس الصورة ولا لأ تواجه مشاكل في الشغل فلازم انت تفوت تشوف الريفيو على المنتج اللي انت داك تشتغل عليه وتشوف الناس شو معلقين هذا مهم جدا طبعا احنا ان شاء الله هناخد الوصف هناخده من هنا تخيلوا يعني وصفنا والديسكريبشن هناخده من الريفيو اللي الناس عاملينه في اكثر من طريقة هنشتغل عليها في موضوع الوصف والعنوان والتفاصيل هاي انه كيف انميز منتجنا ويفوتو يشتغل عليها فهنا هاي مهم جدا نشوف بالنسبة لصور المنتج هاي كم صورة هما الناس اللي اشتروا المنتج هذا تضيفينها وجميع التفاصيل الخاصة بالفيدباك على هذا المنتج فعشان اقرب بدأ اشتغل على هذا المنتج لازم انا اشوف التفاصيل هاي كاملة اشوف كم اوردر على المنتج هذا شو الناس بتحكي عنه شو مقايمين التاجر والله التاجر بالفعل نفس ما هو كاتب بالوصف بوصل بنفس السرعة ولا لأ بيتأخر بالشحن بيعطيك منتج تاني مالوش علاقة بالمنتج اللي انت اخدته او الناس اللي اشتروه شو التفاصيل الموجودة بالمنتج الالوان والتفاصيل الكاملة زي ما احنا بنشوفنا هذا اللي بهمنا قبل ما نقول بنا نفوت على هذا المنتج فعليا جميل فارجع تاني اكد عليكم اهم نقطة ان انا اشوف الريفيو اشوف في مبيعات الديش في عندي كذا عشان اقرر وكل مكان نرجع تاني كل مكان عدد المنتج عدد المتاجر قليل كل مكان عدد المتاجر للنشرة قليل والمبيعات عالي عليه فهو بالنسبة لي ممكن اشطل عليه طبعا لازم يكون بيجو فيو يكون عليها حدا كتير شارينو اشخاص كتير شارينو وناس كديرها هي فكرتها طلب وعرض متاجر يعني لما يكون شخص واحد او خمسة او عشرة عرضين هذا المنتج للعالم كامل طبعا تتنسوش حاجة واحدة الخمسمية واثنين وتسعين هادو عبارة عن متاجر للعالم كامل اللي موجودين في شو بفاي في العالم كله بس خمسمية متجر اللي نشرين هذا المنتج فانا عندي فرصة ان انا نفس عليه ولا لا يعني هذا هذا مثلا عليه الف بيع وعنده فس خمسمية ممكن ادخل عليه بس اكلم بتفوت اشوف شو طبيعة المنتج هذا قبل ما اقول اوكي بدي اشترع هذا المنتج او بدي اشترع هذا المنتج جميع هنا طبعا من يجي نضغط ناخد مثلا هذا انا بعطيك اياه كمثال بس عشان تكون واضح انت اخد وقتك انا مفترض يعني ما بدي اختار منتاج باخد ثلاث اربع ساعات احيانا وانا بدور بفوت في اوبرلو نفسه وبعدين بروح على على الاكس بريس ببدأ بحس في الاكس بريس طبعا هناخد طرق كيف نختار منتجات يكون عليها طلب عالي هذا كله حيتم شرحوا اثناء الكورس بالفيديوهات القادمة هتلاقوني بلشنا في اختيار المنتجات كيف نجيب منتجات عليها طلب عالي سواء من على الاكس بريس من وولمارت من امازون ونقارن بين المنتجات في المنصات وشو الافضل وكيف اخد اضيف لهو موضوع العنوان ووصفه بشكل احترافي نيجي بس عشان ناخد نوضع الفكرة كاملة بدنا ناخد هذا اوكي مسلا لا بلش تاخد واحد يكون سعره اكتر شوي انا بس لا توضح الفكرة ما بديش اطول كتير يعني هذا بدي اخده اوكي هذا ثلاثة دولار مجرد ما اقول بدي اخده بس باجي بضغط على اد امبورت لست فهو انضاف عندي في الامبورت لست صار عندي موجود هنا في الامبورت لست مباشرة بعد هيك اذا بدي اعدل عليه او باجي على الامبورت لست بدي اعدل عليه مجرد ما اضغط على امبورت ستور فهو هيتم نشروه في متجري هنا شو بيعطيني بعطيني اول شيء اللي هو كل بروتك التايتل العنوان العنوان هذا مش هنخلي زي ما هو مننسى فكرة انه هناخد الشيء كوبي بس والدسكريبشن نفس الشيء مش هنخلي زي ما هو احنا هنصناع الدسكريبشن لكن مش الان هيكون في فيديو خاص في موضوع التايتل والسيو وكيف تشتغل سيو على التايتل تبعك على العنوان وعلى الوصف وكيف تضيف الكي وورد اللي تبدأ تتقرشب وتبين في محركات البحث وبنفس الوقت كيف تجيب عنوان يكون جذاب اهم شيء اللي هو العنوان اهم شيء عشان هيك انا قد تكون ما اطورش بالفيديو هذا مش هشترحه الآن لكن هيكون في شرح خاص لاضافة المنتج تقريبا للفيديو القادم او اللي بعده برضو هيكون موضوع اضافة المنتج وكيف نغير نعدل على العنوان اللي يكون جذاب يجذب لزبون هنا بدك تضيفه هذا بالنسبة للعنوان والوصف مهم جدا يعني اولا اول شيء بيقرأ اول شيء بيشوفه الزبون هو عنوانك هذا اول انطباعة بياخده شو اذا انت جذبت تجذبه بالعنوان ولا لا لما تكون عامل الإعلان النقطة الثانية ديسكريبشن هيجي تطلع طبعا منفعش انا جاعطيه نفس ديسكريبشن على الاكسابرس شو طبيعته شو الماركة وكم شخص والسائز والتفاصيل هاي لازم اكتب له ديسكريبشن اللي يخلي ديسكريبشن بمعنى وصف بوصف له شو المنتج اللي أنا بديه احيانا في بعض المنتجات انا كنت احقق مبعات يعني نفسه المنتجر في علي اكسابرس يقول لي انت شو بتعمل يعني كيف تقدر هو يعرف ان انا بشتر الدروب شو بينك لكن كيف تقدر تحقق المبعات هاي العالية بقول له الميزة الوحيدة بينك الفرق الي هو انت مش مهتم لا في عنوان ولا في وصف بس هو كاتب نفس الشي شو هو بسران ميكب وكاتب اللي هو الدسكريبشن بالشكل هذا مش اكتر من هيك لكن اللي زبون ما يجي لقيك انت موصف له ياه بشكل دقيق ونوعا ما اه ما شيء معبر عن المنتج تبعاكم موضح له كل شيء ومريحه في الدسكريبشن شو الاسئلة اللي بتدور في بالو معطيها فانا وقتها حكونك سبت لزبون لزبون هيشتري من عندي لانه لقى اللي بدورها هذا بالنسبة للبرودكت هنا في الكليكشن بنختار وين بننظيفه هذا في الميكب تمام? chose أختار في الكليكشن بختار الميكب هتكون في الكليكشننا عملنا بالفيديو الفات هتظهر في مجموعة الكليكشن وممكن نضيفها اردو في الهوم بيج شو نوعه ميكب مثلا بتكتبروا هنا ميكب المنتج هذا بندرج تحت الميكب جميل ميك أب هنا تاجز الهو الكي وورد هذا اللي احنا برضو هنشتر عليه من ضمن التات المكزة تحت شو يعني وكتبت له ميك أب هنا هيظهر لي ميك أب مثلا الميك أب نحاول نشوف هيظهر ليها هيظهر لك اللي هو هيخدها مش هيظهر لك إياها هيظهر لك كتاج ككي وورد تحت شو بندرج منتجي تحت الميك أب مثلا بكتب له ميك أب هنا انتر مباشرة بتصير مظهرة عندي غير ميك أب تيجي بندرج تحت بيوتي تحت بيوتي حسب النيش اللي انا بشتر عليه هذا هنشرحه بشكل مفصل موضوع الكي وورد ان شاء الله باللقاءات بالفيديوهات القادمة احنا كدفنا تقريبا نشوف النقطة الثالثة اللي هي الامور الخاصة بالشحين والبرايس وشو الالوان اللي موجودة بالمنتج اللي احنا بنشتر عليه تمام؟ اول شي شو بيعمل ابرلو ابرلو مجرد من اخذت المنتج من عليك سيبرس وضفته في متجري بضاعف لي سعر المنتج يعني هو كم سعر المنتج في عليك سيبرس؟ ثلاثة دولار جميل كم اعطاني سعره في شوب فاي؟ اعطاني ستة دولار او في ابرلو ستة دولار هو ضاعف سعر المنتج ضعف واحد فقط سعر المنتج عشرة دولار بيكتب لك بيضيف لك بعشرين دولار هاي طبعا تقدر تعملها من الاعدادات الخاصة في ابرلو بدك تضيف اكتر اقل هلا لحنشرحها مع بعض برضو موضوع الاعدادات جميل؟ مثلا هنا انا لو بدي اعدل السعر هادا بديش هيه بستة دولار بديها بتسعة دولار مثلا انا بدي اعرض اتناعشر دولار فرنا فرد اوكي؟ باجعة ستة نيو بكتب له اتناعشر دولار مثلا بكتب اتناعش بوينت تسعة و تسعين اوكي ها بلاي هو عرض لي اتناعش بوينت تسع و تسعين دولار بيقول لي كم ربحك في المبيعات تجي كم ربح ربحك سبعة دولار في كل المنتج انت بتعرضه هاي اذا بدنا نعمل نظام اللي هو زي ما بكون مكتوب لك سعره مثلا عشرين دولار فلنفترض سعره عشرين دولار و انا عرض لك اياه شحطه و اعطلك عليه اكس و اعرض لك اياه ب اوكي ب اوكي 12 دولار حاجه اضيفه هنا هجي هخليها طبعا هغيرها خليها مثلا 19.99 0.99 مهمه جدا هاي ليش بنستغرمها دائما الكثور هاي ما بيهتموش به هو بيشوف 19 اكتر مشوف انه هنا نفس العشرين تقريبا او ترغب لزبون اكتر هي هتظهر له انه كان سعره في الاول 19 دولار والان احنا عرضينه ب12 دولار كأنه عليه بروميشن او عليه اوفر او عليه عرض او التفاصيل بالنسبة للشيبينج هو اريدني مختار لإيباكت لحاله شوفوا انتم مختار لإيباكت لماليزيا طبعا هو بيشوف شو البلد اللي انت بدك كل شخص هيدخل حيظهر له بلده وكم سعر اللي هو الشحن يعني انا مثلا عندنا ايباكت هي من افضل الشركات الشحن اللي بنشتغل عليها من 20 ل40 يوم الشحن تباحها 2 دولار زي ما احنا بنشوف تمام احنا وكن نعدلها ونعملها فري شبينج لما نضيف المنتج حورجيكم كيف نعملها نعملها فري شبينج ونضيف سعر الشحن على سعر المنتج وفي اكتر من طريقة ان نشتغل فيها هاي الشركة ثانية برضو سي اف هنا بتعطيك من 20 ل40 يوم برضو تكلفتها 3 دولار طبعا ميزة ايباكت في الوضع الطبيعي الآن مع كورونا نوعا ما صاروا بيتأخروا ممكن علي اكسبريس تاندر صارت افضل فأسرع بتشحن ولكن ايباكت من افضل من كرش انه هي من افضل الشركات اللي ما ممكن تشتغل عليها بتوصل لك في وقت مش طويل كتير وبنفس الوقت بيكون سعر الشحن اقل يعني لو لاحظتوا ايباكت هي الاقل وبتاخد نفس الوقت تقريبا تمام هاي اللي موجود عندك علينا الكسبريس ستاندر تاخد من 18 ل 30 يوم ب3 دولار بوينت 42 انت بتختار هنا مثلا ايباكت او حزب لو بدك تيجي تشوف شو بالنسبة للدول الثانية يعني بدك تشتغل طبعا على امريكا شو بالنسبة لسعر الشحن باجي بكتب له هنا يونايتد هاي يونايت ستات امريكا ما بيشحنش لامريكا بالأمريكا بالأمريكا الاساس باجي نشوف كندا كندا تمام بالنسبة لكندا عطاني شو اللي بيشحنوا من خلال ايباكت من 16 ل 26 يوم ثلاثة بوينت دولار طبعا في كتير حسب المنتج هتلاقي هنا فري شبينج زيرو هتلاقي في مدفوع في يعني ممكن تلاقي ايباكت في كتير منتجات هتلاقيها فري شبينج ولكن بتطول المدة انت بترجع احنا عملنا للزبون يختار شو بده بده بريميام شحن شحن سريع فاستر شبينج حسب شو بده بده فري شبينج متوفر عنا لكن الوقت بياخد اطول بده اللي هو بريميام شبينج بده هو بيختار فري شحن في سياسات الشحن اللي احنا عملناها بالاساس انشأناها بالفيديوهات السابقة هذا بالنسبة لموضوع الشحن بتشوف الدول اللي انت بدك تشتر عليها حسب شو بدك تستهدف وبتيجي هنا اوروبا ولا امريكا ولا شو الدول الكسرين وتعرف شو بالنسبة لتفاصيل الشحن اللي موجودة لهذا المنتج اوكي هيك تقريبا نسبة للشحن نعرفنا وعرفنا التفاصيل الخاصة كيف نعدل على البرايس الخاص فينا كيف نعمل موضوع انه كان سعره 19 دولار والان احنا بنبيعه ب 12 دولار زي ما احنا بنشوفه جميل هيك تقريبا صار المنتج بنيجي على الصور اخر حاجة بالمنتج لما بنضاف الصور هاي هو ما اخد انه جميع الصور هاي لو انت ما بتكاشف كل الصور هو محدد الصور ها شايفين بدك تحدد هاي الصورة هادغط عليها بس حدد لك يا اضغط عليها حدد لك يا بدك تخلي اصلا هاي الصورة مش واضحة مش عاجباك بدك تشيلها تضغط عليها دايريكت هزف لك ياها من الصور المنتج يعني الصورة هاي بالنسبة لي مسلا مميزة بدي اضيفها اوكي هاي الصورة متكررة بأشيلها خلي صورة واحدة منهم بخليش ثلاث صور باجي بضيف هاي مسلا بضيف هاي اوكي هيك انا حددت الصور اللي انا بدي اياها وابدي اضيفها للمنتج عندي في متجري جميل هيك تقريبا المنتج خليني حتي جاهز لو بدك عدل على العنوان التفاصيل هاي هنعدلها مع بعض هنشتغلها مع بعض ان شاء الله والدسكريبشن بفيديو خاص لهذا شي لانه مميز من اهم الامور والتفاصيل ولكن انا لو بدنا نعدلها هناخد وقت طويل كثير نيجي نضغط على امبورت ستور بورت ستور هو نشر لي في منتجي نشر لي في متجري مجرد ما ندخل على متجري مفترض لقيه موجود في المتجر يعني هتواح نشوف المتجر عندنا احنا نشرنا في الميك اوب بتندخل على الميك اوب هذا هو المنتج زي ما تشوفتوا كيف ظهرت هنا بدل 19 دولار يعني احنا مكناش عاملينها بالمنتج هداك انا احنا عملناها صار هاي على فكرة مشجعة جدا ومن الشغلات اللي بتخلي زبون يشتريها والله هذا السعر كان 19 دولار صار بطعمين على عرض 12 دولار فهو بيجي بيشتري المنتج من عندك من متجرك نجي ندخل على المتجر جميل هاي هي كيف بتظهر هذا عنوان المنتج هاي الصور اللي احنا اخترناها زي ما احنا بنشوف صور المنتج الوصف الخاص الوصف الخاص بالمنتج هدا هنكون ربطينها بمنصاتنا مجرد ما احنا نعملها اذا هو برضو بدي اعمل شير هاي اذا هو بدي اعمل شير المنتج على الفيسبوك عنده او على تويتر او شو ما بده يعمل جميل هيك بتظهر طبعا هنا مفترض احنا ان شاء الله هنضيف صفحات الدفع وكل التفاصيل هي بكون ظهر له هنا الدفع بالفيزا الدفع بالشو طرق الدفع اللي موجودة عنا سواء ببال او فيزا او شو ما هي انا لسه ما ربطنه هاش فعشان هيك ممش ظاهرة جميل وهكذا بظهر المنتج لكن شو ما معي شكل المنتج هنا انا من جهتي لو بدا فوت الاقي منتج زيك مش مريح جدا مش مريح نهائي اولا العنوان بدك تتعدل عليه بدك تضبطه بشكل افضل طوال من هيك ثاني الوصف يعني هو اول حاجة يشوفه في المنتج هيلاقي صور المنتج هيلاقي عنوان المنتج هيلاقي وصف المنتج يعني هو اول شيء حروح الواصف المنتج شو المنتج هذا شو البراند شو نوعه كان موجود منه كمية شو بيعمل شو بي بالضبط بيأدي او شو بيحل له مشكلة للزبون هذا المنتج او شو حاجته للمنتج هذا انت لازم تكون موضحه بالوصف قبل ما تروح تنشره على متجرك بس انا من باب التوضيح هاتي كله حيتم تعديله ونشوفهم أبعض إن شاء الله في الفيديوهات الثانية لما جاية لما نبدأ نشتغل عليهم نجي نروح نعمل خطوة ثانية الآن نحن استوعبنا موضوع كيف نجيب منتج من خلال اوبرلو ونشوف شو المعيار اللي حن نشتغل عليه وأهم شيء أهم شيء أي منتج أنت قررت تشتغل عليه بدك تروح تشوف اللي هو بدك تشوف أهم حاجة اللي هو الريفيو شو على المنتج وشو طبيعة المنتج هذا يجب أن تظهر لك إيها نفسه شو بوفاي هنا شو الريفيو الخاصة بالمنتج هذه من أهم النقاط اللي لازم تفوت تشوفها قبل ما تقرر بدك تشتغل على المنتج هذا إذا كان الريفيو ما في الشيء وقليل جدا أو لقيتني ما معلوهش أوردرات معنوهش طلب معنوهش رسي طبعا ببعد عنه بحاول شوف منتجتها طلب طبعا في أشخاص هيقول لنا أوكي معنوش طلب أنا بدي أخلق الطلب أنا هعمل إعلانات وهستهرف بها معينة وبدي أشتغل عليها ما عندك هاش مشكلة أي منتج موجود ممكن تشتر عليه ولكن كم حتضخ إلو ميزانية إعلانية وكم حيكلفك ونوعا ما كم حتكون نسبة الربح هادي بدك تحسبها وموضوع التسعير وتفزيله برضو هنشترحها أثناء الكورس هنكون وضحناها يعني توضح الأمور كاملة إلنا أثناء الكورس لكن المهم أنه حاول أجيب المنتجات اللي عليها طلب كبير لأنا طالما عليها طلب كبير في فعالك سيبرس والكل مبسوط منها وبيعلق أنه هي ممتاز هذا المنتج فمعاتهم ناس أو الناس اللي أحسرفهم هم رغبانين هذا المنتج وفي علي طلب بالنسبة للناس فأنا ممكن أجسر على هذا المنتج نحن نعمل مع بعض اللي هو الإعدادات الخاصة بوبرلو نروح على السيتنج جميل من السيتنج هنا هنا ستورنايم ادخل اسم متجرك الاسم الخاص بمتجرك دير بيوتي اهي دير بيوتي ادخل اسم المتجر تعملوا سيف طبعا وبعد هيك هنروح على اهم شيء احنا بهمنا بنروح على هنا شو هنا بنعدل كم ضعف بدنا كم ضعف بدنا نرفع المنتج او سعر المنتج في عندي انواع منتجات اتنين او خلاني نحكي نوعين منتجات اول نوع من منتجات المنتجات اللي بتكون سعرها قليل يعني كيف رفعت سعر المنتج منتج ل 12 دولار انا اضافع ضعف تطلقى سعره اربع مرات ولكن ما زال سعره قليل 12 دولار اكي ليش انا ضعفت اربع مرات لانه سعر المنتج انا اللي بشتر عليه ثلاثة دولار اثنين دولار واحد دولار وتفصيد لكن منتج سعره خمسين دولار يعني لو بدنا نروح على اوبرلو على المنتجات تمام ونجي نشوف منتج منتجات تانية يعني نجي نشوف المنتجات الغالية اوكي منتج سعره خمسين دولار او سعره سبعين دولار مش حينفع ضعفه اربع مرات في فرق شازع ما بين خمسين دولار وبين ثلاثمائة دولار او بين متين دولار مسلا لكن منتج سعره دولار ضعفته خمس مرات صار بستة دولار اوكي ما عنكاش مشكل بتضعفه تمام لكن بتسعيره انا زي ما وطعت لكم حنشرح فيها بشكل مفصل كيف نشترعيه مثلا هذا المنتج ممكن اضعفه مرتين بس يعني مثل ما هو خمسة عشر اخلي ثلاثين ممكن اخلي اربعين ممكن اخلي خمسة واربعين اوكي ثلاث مرات نوعا ما مقنعة بس لكن لا الثلاثين بقول لك انه مقنعة اكتر وربحك نوعا ما ممتاز كمان بنفس الوقت عندك ضعف السعر مرفوع بالنسبة للمنتج وبدك تكون في التسعيره حاسب حساب ميزانيتك كم بدي اضخ حملات اعلانية عندي كم بدي اضخ وهي تفاصيل بعدك انت بتقرر كل واحد شو بده اضيف سعر للمنتج حسب ميزانيته اللو حيضخها وكم هيكون مكلفه هذا المنتج هنا يقول لك انا هخليها اتنين زي ما هي ضعف السعر هاي لا شو هاي لا هنا اوان شفناها اذا بدك تضعف هاي تخليها كم تزهر يعني انا كم باش له هيضعف لي السعر اوان سعر ستة دولار هخلي یا اتبناشر دولار هيضعف لي مرتين sur 12 دولار هاي بتاعدله باعدله تمام هذه قردش حيبي اضعف اليها باجي باختارها ا بخلينا انا اختارها مثلا 3 مره ما ضعفها مثلا بدل ما هي اا اا ا ا 12 دولار الموجودة ب36 دولار واحنا بiritها ب12 دولار او موجودة ب prof 24 دولار واحنا بريحها ب 12 دولار او بتخليها اتنين زي مايه مع انكاش مشكلة كل واحد برجع له شو بده اضعف هاي بالنسبة هاي لشو دوت لكم اللي هي هاي بزر للتسعة عشر اللي احنا ضفناها هنا تمام هي اللي بيضعف لك اياه كم يضعف لك اياه بالنسبة لسعر المنتج فطبيعي انت خليه هنا اذا ضعفت هاي نرجع لها معلش كترو الصفحات اذا ضعفت هاي اتنين خلي هاي اربعة جميل اذا ضعفت هاي اتنين خليها اربعة عشان يرفع لك السعر هنا اربع مرات وانا ببيحها باقل من اربع مرات وانا ببيحها بضعف وصلت الفكرة وين بتكون هذا بالنسبة لموضوع البرايس والسعر اذا انت بدك تعدل عليه اي شي انت خاص فيك اوكي نجي نروح نشوف شو في عنا كمال اروح على انا بدي الاوتوماتيك هاي مهمة جدا الاوتو اوبديت شو هدول هذا بيقول لك مثلا بالنسبة للاول في حالة انه المنتج مش موجود بطل متوفر شو اعمل بيعدل عليه اوبرلو بيقول لك ايما دون اثنك بتعملش شي او انه اعمل احزف المنتج من الاساس شيل المنتج من متجري او خلي الكمية زيرو يعني لو المنتج بطل موجود في عاليكسي بريس جميل وانا اعرضه مباشرة هيجيب لك اشعار اوبرلو بيقول لك المنتج هذا الكمية اصبحت صفر مش متوفرة في عاليكسي بريس فشو اعمل انت مهين بتحدد شو يعمل انا بفضل طبعا نخلي اللي هو نخلي الكمية صفر خلي المنتج موجود ممكن يرجع ثاني يرجع الكمية ويضيفها كمية في عاليكسي بريس فانت اضيف الكمية صفر لما يجي لزبون يدخل على المنتج حيلاقي الكمية صفر ممكن يحفظه لما تصير عندك متوفرة الكمية برجع بشتريه ثاني هنا اذا بدك في ناس بتريح حالها بتريح راسها ولكنه يخلص نشير المنتج وبعدين لو بدي انزله فهذا برجع الخيار عندك انت ولكن يفضل زي ما قلت لكم انا اللي بشتغل فيه موضوع انا بخلي الكمية زيره هنا اذا المقاسات او مقاس محدد مش موجود تمام خلينا نقول انه مثلا او لون حسب المقاس مثلا المقاس هذا مش موجود الارج مش موجود لو بشتغل مثلا خلينا نحكي عن تي شيرت الارج مش موجود الميديم موجود فشو باعمل في حالة انه بطل موجود هنا بيقول لك يا ما بتحذف اللارج مثلا او بتحذف اللون لو اللون اسود خلص بيحذف لك اياه او بتخلي اللون زي ما هو وبتعمله زيره انا نفس الشيء بعمل زيره بس برجع اليك بتحذف اللون تخلي بس الالوان المتوفرة بتخليها معندك هنا هنا علم عليها عشان لو عمل اي update يبعث لك اشعار على اشعارات انه تم تعديل هذا المنتج او صار عليه نفس الشيء هنا علم عليها اوكي هنا وانده cost change اذا تغير اذا تغير السعر اذا التاجر فعال اكسيبرس رفع السعر هاي على فكرة اعدادات مهمة جدا شبابنا فركزوا فيها انك تعمل ايها لان انت مش هتضلك 24 ساعة فتح المنتج فعال اكسيبرس وتشوف اش صار فيه وش طلع فيه فهو هنا اوتوماتيك بيعدل لك او صار اي مشكلة حتى ما تواجهش مشكلة وتلاقي مبيعه وتروح على اكسيبرس ما تلاقيش المنتج موجود عليه او ما تلاقوش مواقع تاني فلازم نعمل ضبط اعدادات هاي الخاصة بالمنتجات هنا نفس الشيء خليها update وتوماتيك الي اعملها update لو صار اي تفاصيل عليها زي ما هي هذه هي تقريبا اهم شيء في الاعدادات اللي لازم احنا نعملها في اعدادات في برلو وموضوع price السعر اذا بدك تضيفه قديش يضيف لك السعر في بعضكم يعني مش شرط ان يكون ضعف سعر بنعدله ونضيفه يعني هاي الاعداد تقدر تعدلها باي وقت بالذكية تمام نعمل save لل للإعدادات هيك تقريبا بنكون وضحنا شو ابرلو بالظبط بيشتغل معنا وبريحنا في الشغل في النقطة الاخيرة اللي احنا هنوضحها بالفيديو هذا لو انا ما بديش اجيب منتجات وما ما لقيتش المنتج اللي بديه في علي اكسيبرس من خلال او برلو يعني انا روح تبحثت على منتجات فيه في بالي منتج معين ما لقيته هنا وشوفته في علي اكسيبرس شو اعمل حروح على علي اكسيبرس نفسه دايرك جميل ولكن شو هنزل حننزل شاما نقعدش طبعا ناخد المنتج بصورته وناخد صور المنتاج وناخد منسخ صور ننزلهم على الجهاز عنا ونرجع تاني وننسخ النص وننسخ كل التفصيل هاي حنروح على اكسينشين خاصة في جوجل كروم هاي بتصير دايرك تمام تمام لان بعد ما نضيف هنيجي نعملها اضافة هنضيفها عندها هتظهر النا تمام هيك تمام ضافتها هيا زهرت بالشكل هاد زي ما احنا نشوفها هنا تكون زهر عندك في في المتصفح نفسه ان لو روحنا على علي اكسيبرس بعد ما عملنا لها وروحنا على الاكسيبرس شو هنلاقي ندخل على اي منتج من المنتجات هتلاقي دايركت موجودة عندك علامة اوبرلو هاي هدا هي علامة اوبرلو مجرد ما تضغط عليها هنا تضغط على الاي منتج اضغط دايركت هيصير انه هيضيف لك اياها في الانبورد في اوبرلو تمام هيبردك انبورد ساكسيفولي لانه تم اضافته لو روحنا نشوف هذا المنتج اوبرلو او لا في الانبورد نروح نشوف نشوف البرودكت اللي موجودة عندنا هو يعني الفكرة انه شو بصير بنضغط زر فقط تدخل على المنتج نفسه تضغط على اعلامة اوبرلو مباشرة بضيف لك اياه في متجرك هذا هو المنتج صار موجود عنا في المتجر لان اضغط هنا بصير موجود في المتجر فمش محتاج ان اروح لانسخ الصور يعني نرجع نكررها مرة تانية لو دخلنا على اي منتج مش محتاج ان انا انسخ الصور وضعنا على المتجر مباشرة ضغط الزر من خلال الاداها تقدر موجودة على كروم مباشرة تقدر تضغط عليها الان حيسكون موجودة عنا في اوبرلو هاي نفس الشيء نرجع على الامبورت لست نشوف هاي المنتج ظهر هو لسه بحمل هذا هو المنتج التاني اللي احنا ضفناه الآن بهاي الطريق انا بقدر ان انا استورد منتجات او استورد المنتجات اللي بشتراعي مع الاكسي بريس من غير ما اروح انسخ و اعمل حاجة هذا لو بدي ابحث على الاكسي بريس دايريك من غير ما احتاج اوبرلو احنا هذا الشيء احنا حنعمله فعليا اثناء شغلنا في البحث على المنتجات مشان اعتمد فقط على اوبرلو جميل هيك وضح بالنسبة للأداء هاي بتريحنا بالشغل بصير ما عليك الا بس تضغط ضغط زر واحدة وبصير المنتج موجود عندك في متجرك الموضوع مش هيغلبك كتير و اوبرلو بريحنا بشكل كبير في شغلنا اخر مقطة قبل ما انهي حروح في حاجة لازم انا اكتر من مرة وضحتها اقول لكم لما نبدأ نشتغل نضابط متجرنا هذا الرابط انا اشترحته بالفيديو كيف نجيب المتاجر في شوبوفاي في النيش اللي احنا بنشتر عليه جميل يعني فلنفترض انا بدي اشتغل على على شو على ميك اوب اوكي ميك اوب هنفترض ان انت بدك تشتغل حسب اي اي منتج انت داك تشتغله بدك تبحث على الكات ميك اوب كات اي شي هذا وضحته قبلك بالشرح بس انا بدي ابحث على الكات بشوف المتاجر الخاصة بالكات هنا حيجيب لك المتاجر الخاصة بالكات ابحث عن النيش اللي انت بتشتغل عليه وشوف النيش هذا النيش هذا اللي انت بتشتر عليه شو عاملين في اكبر المتاجر حتلاقي هو مباشرة حيظهر لك متاجر شوبوفاي سواء جايب دومين او مجاي مثلا دوتكم شوبوفاي دوتكم شايفين حسب النيش اللي انت بتشتر عليه تدخل على المتاجر هذي بتشوف شو هم عاملين قبل ما انت تبدأ تشتغل بتشوف موضوع الفوتير في الرفاند بوليسي شو كاتبين في الشبينج التفاصيل هاي تطلع عليهم مش عاملين خد فكرة منهم يعني المتاجر الكبيرة بالزات وانا بالفيديو السابق بس بدي ارجع شرحه تاني بالفيديو السابق وضحت بشكل كامل كيف نعرف المتاجر الناج حاول عليها طلب والعلاج كم عليها زيارات وكم اوردرات والتفاصيل هاي بالفيديوهات السابقة فانت لما تجي تطبق هاي الامور اطلع خد فكرة روح ابحث على المنتجات او على المتاجر التانية كيف بتشتغل متاجر الشبيهة في النيش اللي انت بتشتغل عليه في مجالك كيف بتشتغل وشو بتعمل بالزبط وبناء على خد فكرة عن شو تعمل وكيف تطور من شغلك هيك بيكون تقريبا نخلصنا الفيديو الحالي وان شاء الله لنا لقاء في فيديو اخر وحياكم الله يعطيكم الف عافية السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة